موسيقى 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 ازاكا جمعا نهاردة في حلقة جديدة هنا على هوم سينما النهاردة هنعمل استفلا الرياكشن جديد هنا على هوم سينما كنا عاملين التريلر رياكشن بتاع فيلم ماري ان مالكم بتاع زندايا وجون دافيد واشنطن وده التريلر رياكشن التاني اللي احنا هنعمله هو فيلم اسمه جوداس and the black messiah ده هينزل في 2021 برضو الشاشة هنا برضو عشان أشوف ده هينزل برضو في 2021 حيبقى معنا في فريق فريق البطولة حيبقى معنا لكيث ستانفيلد انا بحبه جدا الممثل ده ومعاه كمان دانيال كالويا ده الاتنين اللي كانوا طالعين في فيلم بتاع جوردان بيل اه وبعد كده عندنا اه مارتين شين اه مش عارف الرجل ده مختفي ليه بقى له فترة كبيرة جدا اه والباقي تقريبا ما عرفهمش الباقي معرفهمش وهو الفيلم من كتابة الفيلم من كتابة ومن اخراج شاكا كينج بصراحة اكون صريح معرفش ولا ولا اعرف شاكا كينج عمري ما سمعت عنهم اه التريلر بتاع فيلم مالكم ان ماري بصراحة عجبني جدا اه وكانت متفائل خير جدا بيه وعطيته برضو نسبة تراقب تقريبا كنت ميديله سبعة من عشر على ما اعتقد حاستي من التريلر فيلمه هيبقى حلو اه جوداس اند بلاك مسايا ما شفتش التريلر بتاعه ولا مرة هو كان نزله على فكرة كان نزله تريلر من تلات اربع شهور على ما اعتقد كان نزله تريلر من تلات اربع شهور انا ولا شفته ولا انا ولا شفته ولا سمعت عنه انا ما فيش من من امبارح ولا اول امبارح سمعت عن الفيلم ده بس امبارح ولا اول امبارح بالصدفة لو هو جوداس اند بلاك مصايا ده وعرفت ان من يومين تقريبا او من ثلاثة يام نزل له تريلر 2 فانا هتفرج على تريلر 2 مش هتفرج طبعا على تريلر 1 عشان بقاله اربع خمس شهور ولا مش عارف بقاله فترة كبيرة جدا التريلر كان نازل وانا مع الاسف ما شفتهوش ولا كنت تسمع عنه اساسا فانا ما شفتش التريلر ولا مرة بتاع جوداس اند بلاك مصايا هشوفو معاك دلوقتي الاول مرة هنا على هوم سينما يلا بينا احسان 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 هكام نظر لا مرة بينا كم سنجد مرة بينا تريلر فشيخ. في فبراير برضو يعني زي مع ملكم آآ ملكم وآآ ماريا نفس الشهر برضو تقريبا برضو التاني حينزف اتنشر فبراير برضو عمزون الفيلمين هينزوف نفس اليوم بصوا يعني انا عندي احساس ان الفيلم ده هيبقى اوسكار جدا 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 يعني الفيلم ده الشكله هيبقى جميل فحت يعني آآ واو واو لا كيف ستان فيلد وآآ دانيال كالويا شكلهم عاملين دورين اجمل من بعض بصراحة تفتكروا ممكن ده يكون الترشيح التاني لدانيال كالويا بعد فيلم جات اوت ولا ايه النظام لا يعني كلمة ايام كلمة ايه ايام ما علينا مايش عارف انت اكل يعني لا بجد الفيلم شكله واو واو في كيميل حماس لا ايه ده لا ايه ده عشرين واحد وعشرين شكلنا دخلين على عارفين انتو دخلين على منعطف تاريخ يا فندم شكلها كده. يعني اتنين اه اتنين انا اتفرجت عليهم دلوقتي اعملت لهم هتليه لنا حتى لابس نفس الهدوم ونفس الاعلى ما تحركتش من مكاني. الاتنين واو واو ايه ده? دي خربت كده. شكله جامعة فشخ. انا التراقبي بالنسبة لفيلم ده تمانية ونص ونص عشرة طبعا. اه. الفيلم ده انا معرفش ازا كان اصلا هينزل انا ماخدش بان ايه. الفيلم ده مش هينزل على نادفلك صح? هينزل عليه? هينزل السينما عادي? ولا 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 ايه? هينزل على حينزل على يعني حيكون متاح في السينمات وحيكون متاح على فعنا اتفرج عليه في فبراير يعني لا السنة دخل دخلين على سنة جديدة برجلين بالرجل اليمين يعني انا بجد يعني متحمس جدا ان الفيلم ده. اه اللي شفته كمان بس ما فرقتش على بتاعه ان شاء الله بازن الله هعمل له برضو تريلر دلوقتي انا مش عارف كمية التريلر زي اللي عملا تنزل ورا بعد دي. فانا شكلي حقوم اغاير هدومي دلوقتي علشان برضو الفيديوهات كلها ما تخشش في بعضها. اه في فيلم نزل اسمه بتاع دانزل واشنطن ده برضو انا ما شفتش بتاعه. تقريبا نزل من اسبوع على معتقدة ومن اسبوع نصف. اه وفي ايه تاني? وفي جزء جديد من فيلم سلسلة فيلم فاكريني الفيلم ده. انا الفيلم ده تعمل تقريبا منه خمس ستة اجزاء حاجة زي كده بس انا بصراحة انا كنت كان عاجبني اكتر جزء الاولاني وجزء التاني بعد كده كل الافلام اللي جات بعد كده بصراحة ما جاتش معاني زيك قوي. اه بس انا من محبين افلام الجور جدا 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 في احتمال كبير يعني حيبقى لهم اه بعد الحلقة دي على طول حنخش على تانيين شكلها كده. اه فيلم ده انا مترقبه جدا 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 والاتنين دول شكلهم عاملين دور عمرهم حرفين في الفيلم ده يعني واو. اه انا بجد مبسوط جدا ان الاتنين دول طرعين في فيلم تاني مع بعض. يعني الفيلم شكله حيبقى حاجة اخر حلاوة يعني ايه الحلاوة دي? اه القصة بتاعت فريد هامتون هي اللي في الفيلم اه اللي بتتحكى عن الستوري بتاعت فريد هامتون. اه وفي جماعة اسمها بلاك بانتر انا ما كنتش عارف الموضوع ده. انا لسه عارف يعني انا لسه عارف بالصدفة برضو من وانا بتفرج على التريلر هو في جماعة في امريكا اسمها بلاك بانتر ولا هو ده مجرد في الفيلم بس اصلا كمكتوب في التريلر. فانا مش عارف يعني وبس ما عنديش حاجة تانية اقولها عن الفيلم جوداس اند بلاك مسايا. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ان شاء الله اشوفكم فيديوات تانية قريب. متسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير. لو الحلقة عجبتكم متسوش برضو تعملوا لي سبسكرايب للشانل التاني اللي اسمها هومالون. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. ولو حابين تعملوا لي فالو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضو هسيب لكم اللينك بتاعتهم في الديسكريبشن. باي باي. اشتركوا في القناة